بسم الله الرحمن الرحيم أقدم لكم اليوم مادة من مواد اللغة العربية للمستوى الثاني كتاب مرشدي الوحدة السادسة الحفلة والأعياد الأسبوع التاسع والعشرون مادة القراءة سنبدأ بقراءة القراءة المشتركة سألت أمي قبل أن يحل عيدنا السعيد عن الهدية الجميلة التي تريد زجاجة للعطر باقة للزهر قالت هدية في العيد أن تكبري وتملأ الحياة بالود والخير بعد ذلك سنأخذ كتاب التلميذ صفحات 138 صفحة 139 140 و141 وسنبدأ بقراءة النص حفل نهاية السنة الدراسية نظمت مدرستنا حفل نهاية السنة الدراسية بشراكة مع جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ منذ أسابيع ونحن نستعد مع أستاذتنا علياء وزعت علينا المهامة وأوسطنا بالجد والنظام أنت يا عماد ستهيئ مع مجموعتك سباق أكياس الخيش وأنت يا مروة مسؤولة عن رواق رمي الكرة لإسقاط العلب والفوز بالجوائز وأنت يا مروان ستتكلف بمسابقة الصيد في وعاء من الماء أما أنت يا عائشة فستنظمين مع مجموعتك سباق العشرة أمطار مع وضع ملعقة في الفم ووضع بيضة في الملعقة دون إسقاطها وإلى جانب هذه المسابقات والألعاب المسلية تدربنا على إلقاء عروض مصرحية ومقاطع غنائية باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية بعد ذلك سنبدأ بفقرة ألاحظ في سؤالها الأول ألاحظ الصورة المصاحبة للنص وأعبر بالنسبة للسؤال الثاني أكمل العنوان بما يناسب حفل نهاية السنة الدراسية جميل باهيج نعم بالنسبة للسؤال الأول تمثل الصورة مجموعة من التلاميذ يحتفلون بنهاية السنة الدراسية على خشبة المصر بالنسبة للسؤال الثاني حفل نهاية السنة الدراسية جميل بهيج رائع متنوع منظم بالنسبة لفقرة أفهم في سؤالها الأول أصل كل لعبة بالمكلف بها بالنسبة للخانة الأولى سباق أكياس الخيش رمي الكرة الصيد السباق بالنسبة للخانة الثانية مروة مروان عائشة عماد نعم جيد بالنسبة للعبة سباق أكياس الخيش المكلف بها هو عماد لعبة رمي الكرة المكلف هي مروة لعبة الصيد المكلف هو مروان وبالنسبة للعبة السباق فالمكلفة بها هي عائشة بالنسبة للسؤال الثاني أرتب العبارات بوضع الأرقام واحد اثنان ثلاثة الاستعداد للحفل توزيع المهام التدرب على العروض المسرحية نعم بالنسبة لرقم واحد هو الاستعداد للحفل رقم اثنان توزيع المهام رقم ثلاثة التدرب على العروض المسرحية بالنسبة للسؤال الثالث أعين اللعبة التي لم تذكر في النص التسابق كرة القدم الصيد في حوض ماء القفز فوق الحبل نعم بالنسبة للعب التي لم تذكر في النص هي كرة القدم والقفز فوق الحبل بالنسبة لفقرة معجمي في سؤالي الأول املأ الفراغ بما يناسب كما في المثال انا هو انتم انت هما انت انتنا اذا نعم الجواب انت تحتفل انت تحتفلين هو يحتفل هما يحتفلان انتنا تحتفلنا انتم تحتفلون جيد بالنسبة للسؤال الثاني اجد عائلة الكلمة مسابقة هنا لدينا تسابق نعم جيد مثلا متسابق سباق يتسابق بالنسبة للسؤال الثالث انجز خريطة الكلمة نهاية اذا نوع الكلمة هي اسم جيد سنبحث عن مرادفها ضدها وجملة نعم بالنسبة لمرادف كلمة نهاية هي ختام ضدها بداية الجملة وصل المتسابقون الى خط النهاية في فقرتي استثمر ولاحظ واستعمل ما يلي في المكان الفارغ بعد على قرب يوم عند انتظرتك نقط المدرسة جلست نقط الكرسي ازورك نقط الجمعة سنلتقي نقط الدرس نعم جيد انتظرتك قرب المدرسة جلست على الكرسي ازورك يوم الجمعة سنلتقي بعد الدرس اسكن عند خالي بالنسبة للسؤال الثاني ولاحظ واجيب عن السؤال كما في المثال ما ادد صفاحات القصة كم سنك كم نافذة في قسمكم جيد عدد صفاحات القصة سبع صفحات سني تسعة اعوام في قسمنا اربعة نوافدة بالنسبة للسؤال الثالث اكمل كما في المثال انت عيدك سعيد اذا سنبحث عن انت هما هم وهن صحيح انت عيدك سعيد هما عيدهما سعيد هم عيدهم سعيد هن عيدهن سعيد الى اللقاء في الحصة المقبلة ان شاء الله مع تهيات الاستاذ محمد ابدي مدرسة الحكمة المديرية الاقليمية انزكان ايتملل اشتركوا في القناة